بتوجيه من الفريق ركنسم الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني نفذت كتائب وحدات الحرس الوطني تمرين راية العز واحد بمختلف محافظات المملكة وذلك بهدف تقييم سرعة ومستوى الاستجابة القيادية والعملياتية لتنفيذ آليات التعامل مع الأزمات وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية لدى منتسب رئاسة الحرس الوطني أزم اليحيان العمري والتفاصيل مسئولية وطنية كبيرة حملها منتسب رئاسة الحرس الوطني على عاتقهم منذ تأسيسه ليكون الرافد الأساسي للأجهزة الأمنية في المملكة حيث اطلعت رئاسة الحرس الوطني بمهام التدريب المكثف والتحديث المستمر لرفع جاهزية منتسبيها وقد جاء تمرين راية العز واحد ليؤكد على الاستعداد التام والجاهزية القيادية والقتالية والتي برهنها ضباط وضباط صف وأفراد الحرس الوطني بمهارة عالية وكفاءة وطنية تعتز بها المملكة بتوجيهات من سمو رئيس الحرس الوطني ومتابعة معالي مدير أركان الحرس الوطني تم تنفيذ مجريات تمرين راية العز رغم واحد الذي نفذ في كافة مناطق المملكة والذي يميز دور قوات الحرس الوطني في تنفيذ دعم الأمن لوزارة الداخلية في عمليات الأمن الداخلي وأظهار الغدرات في تنفيذ المهام التي توكل لقوات الواجب تمرين راية العز واحد والذي يعد من أبرز تمارين رئاسة الحرس الوطني لاقى اهتماما كبيرا من قبل المسؤولين فقد تفقد معالي اللواء الركن الشيخ عبد العزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني تفقد قيادات الوحدات المشاركة في التمرين واطلع على مجرياته وأكد على أن التمرين يشكل تجربة تقييم هامة لمدى سرعة ومستوى الاستجابة القيادية والعملياتية للتعامل مع الأزمات على مختلف ثغور المملكة بناء على توجيهات سيدي الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني ومتابعة من سيدي مدير الأركان الحرس الوطني اللواء الشيخ عبد العزيز بن سعود آل خليفة ينفذ حاليا تمرين راية العز واحد في جميع أنحاء مملكة البحرين يعتبر هذا التمرين هو مكمل للتمرين السابقة وكما يحدث التمرين لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في الواجبات الوطنية والتأكد من جاهزية القوات تطور منظومة الاتصالات العسكرية والأمنية التي عكسها تمرين راية العز واحد يعد إضافة نوعية إلى سجل الانجازات الكبيرة التي حققتها رئاسة الحرس الوطني منذ تأسيسه وحتى اليوم ليكون على أهبة الاستعداد دائما لتلبية رسالته النبيلة وتحقيق رؤيته الوطنية في حفظ وتعزيز الأمن والاستقرار في ربوع المملكة جاهزية عالية ودقة لا متناهية يمتاز بها منتسب رئاسة الحرس الوطني هؤلاء البواسل الذين يقفون بقلب رجل واحد للدفاع عن أمن وطنهم وحفظ سلامته هذا التمرين تمرين راية العز واحد جاء ليؤكد الجاهزية والاحترافية والدقة والمهارة التي يتمتعون بها تحت كل ظروف وفي مختلف الأوقات يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين 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 تلفزيون البحرين